في ناس كتير بتستهون بالكلام اللي بتقوله يقولك يا عم ده كلام وخلاص كلام عالفاضي كلام عادي بيتقل وخلاص مع ان الكلمة عمران ما كانت حاجة سهلة زي ما بيقولوا مفتاح الجنة في كلمة مفتاح النار في كلمة الكلمة طلقة الرضا والسعادة والعشرة الحلوة بتيجي بكلمة غضب أو نرفزة أو مشاكل ونقطع مع حد بتيجي بكلمة يا أمنية قبل ما تحسي ان ولادك ضحية كلامك ودعواتك عليهم خليني أقولك على حاجة انك انت وناس كتير زيك كانوا ضحية للتربية الغلط اللي تعود فيها شوية من الأهالي ان هم بيدوا على عيالهم في لحظة غضب يعني عادي أنا عادي علابني وكرا اللي يقول أمين حتى لو كان الكلام ده من وراء قلبه ولأنك النهاردة مش محتاجة أي عتاب أو أي لوم في الظرف المأساوي الصعب اللي انتي بتمر بيه يعني أنا عايزة عزيكي أنا عايزة طب طب عليكي ومش عارفة أعمل إيه بس في نفس الوقت عايزة أسألك طب تفتكري بقى لو ما كنتيش دعيتي عليهم ما كانش أمر الله هيحصل اللي عرفوا إن الميلاد والموت متحددين في علم ربنا من قبل ما ندخلق أساساً لحد فينا يقدر يأجلوا ساعة ولا يقدموا ساعة وإن المرض أو الدعاء أو أي حاجة أي تفصيلة قد كده خلاص بيحصل بعدها الموت مجرد أسباب لحاجة كانت كده كده هتحصل وحتى لو كان السبب يتغير برضو النتيجة كانت هتحصل لأي سبب تاني يعني كده كده كان فيه فرق هيحصل الحكمة القديمة بتقولك إيه من لم يابت بالسيف مات بغيره سمعت عن قصة الراجل اللي كان عند سيدنا سليمان وشاف ملك الموت عنده واقف بيبص عليه بتركيز شديد كده بعدين ملك الموت ماشي لما ماشي سأل الراجل سيدنا سليمان قال له هو مين اللي كان واقف بيبصلي ده فسيدنا سليمان قال له إيه قال له ده ملك الموت بيتجسد في صورة بشر وييجي يزورني فالراجل خاف وترعب وقال له لا 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 أرجوك أنا عايز أبعد عن هنا بأي شكل أؤمر الرياح تاخدني المكان بعيد وفعلا سيدنا سليمان أمر الرياح أن هي تاخد الراجل للهند وبعد شوية لأن ملك الموت راجعله فسألوا سيدنا سليمان وقال له هو أنت كنت ببصر الراجل قوي كده ليه فقال له ملك الموت كنت ببصله ومستغرب لأن ربنا كتبله أنه هيموت في الهند ولما روحت الهند لقيته هناك فقبط روحه بغض النظر بقى عن الأقوال الكتير اللي حوالين القصة دي لكن فيها عبرة أن محدش بيهرب من قدره مهما تعددت الأسباب الموت واحد اللي أنت محتاجة دلوقتي يا أمنية مش أنك ترمي نفسك في الترع عشان تحصلي أولادك ولا أنك تعيشي في تعاسة أبداية ربنا عواضك خير أنت محتاجة نعمة الحمد أو لما بتحصل حاجة وحشة بنقول إيه إنا لله وإنا إليه رجعون إنا لله وإنا إليه رجعون لأنك كده كده أمر الله نفس صبوري ربنا يجعل صبرك في مزان حسناتك ده الجزء المتعلق بيك أما بخصوص الجزء المتعلق بالناس اللي سعب بتادي على أولادها زيك ليل نهار بيدوا على عيالهم حتى لو من ورق لوبهم ما تستهونوش بكلمة طالعة من كف لحظة غضب جايز الكلمة تصادف قدر قدر كان هيحصل وتفضلوا طول عمركم حاسين بالزنب العيل الشقي يتراب يتقوم باللين مر بالشدة مر باللحتواء مر بس ما ندعيش عليه دعا في موت أو ضرر لأنه حتى لو عاش هيكون ترابة غلط هيفضل جواه إحساس إنه موجوع من الكلمة اللي أنت قلتها أو من الدعوة اللي قلتها أنتوا فاكرينها مجرد كلمة وبتعدي بس هي بتدخل في قلبه ومخه ما بتعديش كده وبإيديكم تختاره كنت قريت على الفيسبوك قبل كده إن واحدة بعت على جروب بتقول أمي كانت دامة تقول لي إلهي يحرق دمك إلهي يحرق دمك تقول جالي لوكيميا سرطان الدم من ساعاتها من قبل حتى مقرأ قصتك يومني وأنا مش مصدق يعني بقيت خايف قوي من الدعوة أخايف محدش بيعمل كده لحنا ساعات لما بنحاسب بنقول خلص يا رب لا مش هوكلك بني وبينهم هما يا رب حننقلبي عليهم وحننقلبهم علي مش هوكلك بني وبينهم ربنا يصبر قلبك يا بنتي والله سمعتي معنا كلام دكتور هند في فقرة اللي فاتت وسمعتي كمان مدخل التشريخ اللي كان معنا رجل الدين وسمعتي كلامي دلوقتي صعبة بتلاقي كبير وبتلاقي عظيم بس أنا دايما بقول كلمة بقولك بيدي أصعب معاركه لجنوده المخلصين مش أي حد بيختبره في ده مش أي حد بيديله بتلاقات صعبة بيختبر صبرك بيختبر إيمانك هيعوضك عنهم غير خير وغير اللي حصل ده كله أنت لازم تبقي عارفة أن هما في الجنة وفي مكان أحسن وعند الله أبقى هو أحن علينا من كل الناس وأنا مش عارفة أقولك إيه بس يعني رب يكون يكون كلامي هدكي شوي ويرب يكون في مزان حسناتك أن كل الأمهات اللي هتشوف الحلقة هتبطل تعمل كده أو الأبهات اوعى وتدوا على عيالكو اوعى وتدوا على عيالكو والله ده الواحد حتى لو يقولك بقى دي على ابني وكرا ليه يقول أمين لا هي استجابت هستنى منكم كل رسائلكم هنا في قصة حقيقية عايز أسمع كل رسائل وعايز أسمع مين بيدي على عياله ومين ما بيدياش على عياله هل عملت كده قبل كده أو حتى دعيت على حد ربما استجابت إيه اللي حصل وهستنىكم في حلقة جديدة قصة جديدة بس أهم حاجة تكون قصة حقيقية ونتعلم منها كلنا زي ما أنا جيت أتعلم هنا معاكم باي باي